الثاني أسئلة سريعة شوية هبدأ معك بالقاوت يعني قرار لو الزمن رجع بيك مش هتاخده إنك لعبت مع الأهلي وإنت مصاب إنك مشيت من الأهلي ولا إنك ابتعدت عن التدريب لا إن أنا لعبت ومصاب درّيت نفسي ودرّيت الناد الأهلي لإن أنا درّيت نفسي ده أثر مشوارك بعد أثر مشوارك كتير قوي وأعتقد لو كنت كملت وأنا سليم أعتقدك بالنسبة لحيك كويس أكيد هدف تتمنى أن يتحقق قريبا أقرب هدف يعني إنك ترجع تشتغل في الأهلي ولا إنك تشتغل في الإعلام ولا إنك تتولى منصبا إداريا أنا مش إعلامي خالص أنا طبعا إزاي ما بقولك أي حاجة جنب النادي الأهلي أفكر في النادي الأهلي الأهلي أتحكيه أشهر موقف في الكورنر مع الأسماء التارية مع الكابتن محمود الخطيب أشهر موقف ممكن تحكيه سواء بقى كان كوميدي سلبي درامي مبدئيا ما فيش حاجة سلبية بين الكابتن تمام وما فيش حاجة درامية تمام يا أحلى خبأ أحلى رقم عشر رقم عشر وفي الملعب كيدي كانت بالنسبة لأ عايز أقولك اللحظة من اللحظات اللي أنا كنت مهيأ لها كانت كنت عارف ماذا هيحصل مهيأ والكابتن كان متكلم معي وفكر أن أعايز أعدي عشرة كذا 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 عايز دايما كابتن محمود الخطيب عايز نبر عشرة مع دايما حد عايز حد موجود في الملعب أعطول عايز حد الحمد لله محبوب من اللعيبة بل كتير أو بلع في النادي مفروض لعيب كويس الحمد لله فالحاجات دي كلها كانت خطيب كنت متكلم فيها معايا عشان كده كنت مهيأ وكنت متأكد أن ده هيحصل وكذا سيحصل المشكلة هتحكلك بسرعة أن احنا كنا في معسكر المنتخب مع كابتن جوهري وأنا ما كنت السليم كنت بتعالج وكابتن جوهري يا كابتن جوهري يا كابتن هاديني للفنيلة في الملعب طب إزاي ما روحش وكابتن جوهري مرصال منها ما روحش الماتش يا كابتن ما نفعش لازم أروح أنا الماتش عشان أنا هاخد الفنيلة يا كابتن محمود الخطيب قال لي خلاص تنزل بالزبط عشان كده لعبت بالزبط حالي 8-9 دقايب قال لي تنزل بالزبط يلبسك الفنيلة وتحرق على طول عشان كده أنا خرجت بدري من العدل ما كملتش بعدها أشهر موقف مع الكابتن حسام البدري سابتن حسام البدري لا مش تفاكر حاجة للعادل مش تفاكر حاجة للعادل خالص خالص الله مسج هزار موقف في المنادي موقف في الملعب لا مش أي حاجة تفاكر لا أشهر موقف مع المهندس محمود طهر مهندس محمود طهر مهندس محمود طهر كان أولا شخصية محترمة جدا وجميلة جدا علاقت بكابت مهندس محمود طهر قبل ما يبرعيش النات الأهل على فكرة رجل بحبه جدا ومحترم جدا والشخصية جميلة على فكرة إذا دخل من جديد في الانتخابات المقبلة ضد الكابتن محمود الخطيب إيه موقفك موقف لما بيجي وقتها لما بيجي وقتها مش هدوس في السؤال اكتر لا ما هو دوس هقولك نفس الكلام بيجي وقتها تبديل هيخرج واحد من ثلاثة لعبه معاك وهيدخل واحد من ثلاثة كان نفسك يلعبه معاك يحضروك يعني محمد حلمي الكابتن يعني محمد حلمي خالد الأماش طهر أبو زيد واحد منهم هيخرج وهيدخل واحد من طرق حامد حسني عبد الربو حسام غالي حسام غالي كان نفسك يلعب معك ليه؟ حسام لعبت كرة الحريفة أول وممتازة أول محب كنت حتى مكان بيلعب كنت محب أتفرق عليه ممكن أن اختورته في النشئين على فكرة أنا رجبته النادل أهل أه والله من أول يوم شدتي حسام قلت سأبتكلم في بداية الحلقة أن عينيه مختلفة عين الكابتن علاء مايهوب يا ربنا خليك لا حسام من أول يعني لعبنا بعض خمس دا كده روحت الكابتنين بشربين نسيبش الولد دا هيبقى حاجة فعلا في كرة مصر وكان فعلا الحمد لله